وفي ترتيب الملفات وتقنياتها السياسية يسأل أهالي المناطق المحررة ممثليهم في الحكومة والنواب ومجالس المحافظات عن مصير قانون العفو العام وضحايا المخبر السري والتعويضات والمعاناة المستدامة للنازحين ويرفض أبناء تلك المناطق فكرة تأثير التوازن الجديد بالنفوذ على المطالبة بحقوقهم موضحين أن القضية تتعلق بتكاسل ممثليهم بدليل أن مجالس المحافظات لم تضع هذه الأولويات على طاولة الاهتمامات بعد فترة طويلة على الانتخابات وفي السياق يقول مراقبون أنه ليس من الإنصاف اغتزال كل حقوق المكون السني بمنصب رئيس البرلمان وتأجيل النظر بحقوقهم بانتظار التوافق السياسي الذي لم يغير قواعد اللعبة بعد سبع سنوات على هزيمة وخراب داعش شكرا